السؤال الثاني من الرسالة نفسها من رسالة الأخ العزيز أبي فدك من بغداد السؤال يرتبط بزيارة وارث أيضا الكلمات التي سأقرأها عليكم تارة تقرأ بالقراءة المعروفة بين عامة الشيعة تقرأ هذه القراءة في الحسينيات في المساجد وحتى في البيوت وفي الفضائيات وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة هذه القراءة المعروفة بين الشيعة في المساجد في الحسينيات في الفضائيات في البيوت الشيعة يقرؤون هذه الكلمات بهذه القراءة وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي هناك قراءة المراجع هناك القراءة الآخندية لهذا الناس الخوء مثلا سائر المراجع الآخرين أيضا يقرؤون بهذه الطريقة وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي هناك فارق بين القراءتين دقيق النظر معي القراءة عند عامة الشيعة هكذا أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي أني بكم أني بكم مؤمن انتهى هذا المقطع وبإيابكم موقن انتهى هذا المقطع ثم بشرائع ديني وخواتيم عملي هذه القراءة في الأجواء الشيعية العام هناك قراءة المراجع قراءة المراجع هكذا يقرؤونها أني بكم مؤمن وبإيابكم انتهى هذا المقطع يبدأ المقطع الثاني موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي القراءة عند عامة الشيعة تتألف من ثلاثة مقاطع المقطع الأول أني بكم مؤمن المقطع الثاني وبإيابكم موقن المقطع الثالث بشرائع ديني وخواتيم عملي قراءة المراجع أتحدث عن المراجع الطوسيين في النجا هناك مقطعان المقطع الأول أني بكم مؤمن وبإيابكم المقطع الثاني موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي ما هو الفارق بين القراءتين صاحب الرسالة يرجح القراءة الثانية التي هي القراءة الأخندية أني بكم مؤمن الجار والمجرور هنا بكم الجار والمجرور متعلق بمؤمن وبإيابكم موقن الجار والمجرور متعلق بموقن إلا أن التقديم لنكتة بلاغية سأتحدث عن هذا فيبقى السؤال إذن بشرائع ديني وخواتيم عملي بشرائع ديني جار ومجرور ثم واو عاطفة وخواتيم عملي خواتيم عملي معطوفة على شرائع ديني هذا الجار والمجرور لا بد أن يتعلق بعامل أقرب لكم الفكرة حين أقول مثلا أكل الصبي التفاحة أكل فعل الصبي فاعل التفاحة مفعول به لا أستطيع أن أقول هكذا التفاحة ما محنى هذا التفاحة مفعول به والمفعول به ضعيف يحتاج إلى عامل إلى عامل قوي العامل هنا الفعل والفاعل أكل الصبي الفاعل بنحو حقيقي هو الصبي هو الذي مارس عملية الأكل لكن من جهة نحوية اعتبارية فإن الفعل أكل هو العامل لكن من الجهة المعنوية هذا الفعل صادر عن الفاعل الفاعل في الحقيقة هو الأصل والفعل من آثاره وهنا يتلبس الفعل بالفاعل العامل هو جماع ما بين الفعل والفاعل فأقول أكل الصبي التفاحة صار للمفعول به معنى لكنني إذا قلت التفاحة من دون أن تكون مرتبطة هذه الكلمة بعامل تتعلق به لا يكون لها معنى الجر والمجرور كذلك الجر والمجرور ضعيف فحينما أقول بشرائع ديني ما المراد من هذا بشرائع ديني بحسب القراءة الآخندية يقولون موقن بشرائع ديني موقن اسم فاعل من المشتقات اسم فاعل واسم الفاعل يعمل عمل الفعل فهو عامل من العوامل الجار والمجرور يتعلق به هذه القراءة الآخندية القراءة المرجعية قراءة مرجعية النجف موقن بشرائع ديني أني بكم مؤمن وبإيابكم بكم وبإيابكم التعلق يكون باسم الفاعل المؤمن لأن مؤمن اسم فاعل واسم الفاعل عامل قوي يعمل عمل الفعل أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وهذا بالضبط ما أجاب به الخوئي صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات هذا هو الجزء الثاني وهذه الطبعة هي الطبعة الأولى ألف أربعمية واحد وثلاثين هجري قمري دار الصديقة الشهيدة قموا المقدسة صفحة أربعمية وخمسين رقم المسألة ألف وخمسمية واثنين وثلاثين السؤال ورد في زيارة الحسين عليه السلام المطلقة أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني إلى آخر الزيارة يرجى توضيح جملة بشرائع ديني وبما يتعلق الجار والمجرور الخوئي إذا قرأت هكذا أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي إذا قرأت هكذا يوضح لك متعلق الجملة أي الجار والمجرور متعلق بموق وكذا بخواتيم عملي معطوف على ما قبله ومتعلق بموق فهذا هذا هو الذي أجاب به الخوئي وهذه الإجابات إجابات آخر أيامه وهو هو جواب مرجع آخر من تلامذته مرز جواد التبريز لأنه لم يعلق على جواب الخوئي لأن ميرز جواد التبريز أخذ عهدا على نفسه في هذا الكتاب إذا مختلف رأيه مع الخوئي يعلق فحينما لم يعلق فإن رأيه رأي الخوئي فهذا قول الخوئي وقول ميرز جواد التبريز وقول الآخرين أيضا وهو هو قول السستاني وهو هو قول بقية المراجع فإنهم يقرؤون بهذه القراءة هذه قراءة مراجع النجف الرسالة التي بين يدي ترجح هذه القراءة هذه القراءة يمكن أن تقبل وفقا لمنهج الظهور العرفي أما وفقا للمعاريط فهذه القراءة ليست صحيحة بدرجة مئة بالمئة الظهور العرفي منهج الشهذعي المعاريط منهج العترة الطاهرة فارق بين المنهجين سأبين لكم الأمر تلاحظون أن هذه الأمور التي هي صغيرة يكون هذا الاختلاف الكبير فيها فما بالكم بالأمور الكبيرة والكبيرة جدا هذا هو الفارق بين المنهجين وهذا هو الذي أقوله دائما من أن الصواب في خلاف مراجع النجف لماذا هل هذا عناد من قبلي أبدا لأنهم يتبعون منهج النواصف سأبين لكم الأمر هناك عدة نقاط النقطة الأولى آل محمد ماذا قالوا لنا قالوا لنا أعرب كلامنا فإنا قوم فصحى هذا الإعراب له عدة مراتب هناك الإعراب النحوي التشكيل الإعرابي تشخيص المواقع الإعرابية للكلمات إعراب الكلمات وإعراب الجمل في بعض الأحيان نحن نعرب جملة كاملة من أنها في الموقع الإعراب الفلاني وفي الأعم الأغلب إننا نعرب الكلمات كلمة كلمة ولكن في بعض الأحيان نحن نعرب الجمل الكامل أيضا هذا الإعراب النحوي وهناك الإعراب الإلقائي فإننا حينما نلقي كلامهم لا بد أن نخرجه من مخارج الحروف وأن نقطعه التقطيع الذي يظهر المعنى حينما يتلقى المتلقي هذا الأمر هو هو بالنسبة للقرآن وبالنسبة لزياراتهم وأدعيتهم على سبيل المثال ماذا نقرأ في سورة المزمل في الآية الأولى بعد البسملة وما بعدها يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه كلامنا هنا ورتل القرآن ترتيل إن سنلقي عليك قولا ثقيل سنلقي عليك قولا ثقيل إنه إلقاء القرآن ليس المراد سنلقي عليك سنرمي عليك سنلقي عليك إنها عملية إلقاء القرآن مثل ما تقول الروايات من أن القرآن نزل بحزن فقرؤوه بحزن من أن القرآن إذا ما قرأتموه فلا تهذوه هذى الشعر فلا تهذوه هذى الشعر الشعر يقرأ بطريقتين هناك طريقة الهذ وهناك طريقة الإلقاء سأضرب لكم مثالا يأعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم هذا الهذ هذو الشعر بهذه الطريقة يأعدل الناس هذه أبيات من قصيدة مشهورة للمتنبي يخاطب فيها سيف الدولة الحمداني يأعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورم إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يفتسم أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلمات من به صمم الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم قصيدة طويلة معروفة هذه الطريقة لقراءة الشعر هي هذه التي يقال لها الهذ هذا هذ الشعر هناك طريقة ثانية وهي طريقة الإلقاء الفني الإلقاء الفني تقطيع الشعر تضخيم بعضه وتضعيف بعضه عملية ضغط وترسيخ لبعض الحروف الأبيات نفسها يا أعدل الناس يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام فيك الخصام وأنت الخصم والحكم أعيذها أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورمو إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم فلا تظنن أن الليث يبتسم أنا أنا الذي أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت وأسمعت كلماتي من به الصمم الخيل الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم هذا إلقاء فني للشعر سنلقي سنلقي إنا سنلقي عليك قولا ثقيل القرآن ألقي إلقاء ولم يهذ هذ ولذا الأحاديث عن النبي وعن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على سبيل المثال إنني أقرأ عليكم من الجزء التاسع والثمانين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة 215 إنه الحديث السابع عشر عن إمامنا موسى بن جعفر عن آبائه صلوات الله عليهم سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا قال بيّنه تبيانا ولا تنثره نثر الرمل أن تقطعه تقطيعا بعيدا ولا تنثره نثر الرمل ولا تهذّه هذّ الشعر هذا الهذ الذي وضحت لكم معناه قبل قليل بيّنه تبيانا وإنما يكون التبيان من خلال إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة ومن خلال التقطيع الصحيح بينه تبيانا ولا تنثره نثر الرمل ولا تهذّه هذّ الشعر إلى آخر ما جاء في هذا الحديث من تفاصيل هذا المضمون نفسه يتكرر في سورة الفرقان في الآية الثانية والثلاثين بعد البسملة وقال الذين كفروا لو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا عملية إلقاء إلقاء فني ورتلناه ترتيلا هذا الكلام يجري بعينه على نصوص الأدعية والزيارات أعربوا كلامنا فإنا قوم فصحاء مرتبة من مراتب الإعراب الإعراب الإلقائي لأن الإلقاء الفني الصحيح يساعد المتلقي على فهم المعنى ليس بالضرورة أن يفهم المعنى كاملا لكنه يساعد المتلقي على فهم المعنى على الأخل يستطيع أن يستشعر المعنى الإجمالي فهل هذه الكلمات تتحدث عن فرح عن حزن عن حماسة عن أي شيء آخر الكلام هو هو يجري على نصوص الأدعية والزيارات نحن في مسار واحد القرآن وحديث العترة لن يفترق حديث الثقلين لن يفترق فمثلما العترة لن تفترق عن الكتاب حديثهم لن يفترق عن الكتاب فهم لن يفترق عن الكتاب هم وشؤونهم وحديثهم من شؤونه حينما نعود إلى الزيارة كي نقرأها قراءة إلقائية إلقاء ماذا نقرأ أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها تلاحظون أن المقاطع واضحة أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا تلاحظون أن التقطيع في زيارة كلها وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موق بشرائع ديني وخواتيم عملي وإذا أردنا أن نستمر فإن الاستمرارية تكون بنفس هذه الطريقة بنفس هذا الإيقاع الإيقاع الهندسي في رصف هذه الجمل والألفاظ وهذا ما لا يعرفه مراجع النجف ولا يعرفون دلالة هذا إنهم يتعاملون مع النصوص كما يتعامل البدوي الظهور العقف أمر بدوي في أصله منظومة الأدعية والزيارات منظومة راقية نظمت وفق هندسة معينة إنها تحكم بنظام المعاريض ولذا فإن القراءة الصحيحة بحسب هذه الحيثية أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وهنا يأتي السؤال بشرائع ديني وخواتيم عملي الجار والمجرور أين عامله عامل الجار والمجرور هنا الفعل الذي هو في أول الكلام وأشهد الله الجار والمجرور يتعلق بالفعل أشهد قد يقول قائل لماذا تأخر الجار والمجرور كثيرا عن الفعل لا يوجد مانع بحسب قواعد علم نحو لا يوجد مانع وبما أننا نقرأ كلاما من أبلغ الكلام صدر عن أبلغ الخلق هذه نصوصهم لا بد أن تكون حكمة في تأخير الجار والمجرور هناك حكمة الحكمة واضحة هي أن الكلام المتقدم هو هذا مضمون الشهادة أما بشرائع ديني وخواتهم عملي فهذا هو السياق الذي تجري فيه هذه الشهادة وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله على أي شيء أشهدهم أني بكم مؤمن وبإيابكم موق كل هذا ضمن شرائع ديني وخواتيم عملي لأننا إذا جعلنا الجار والمجرور بشرائع ديني يتعلق باسم الفاعل موق فإن خواتيم العمل ستكون متعلقة أيضا به فمن أين يأتينا اليقين بخواتيم أحمالنا من أين يأتينا اليقين ربما نحصل اليقين بشرائع ديننا ولكن من أين يأتينا اليقين بخواتيم أعمالنا منظومة الأدعية والزيارات ترفض هذا المعنى أضرب لكم على سبيل المثال ماذا نقرأ في دعاء كميل بن زياد المروي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أفتراك سبحانك هيا إلهي وبحمدك تسمع فيها في نار جهنم صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيجة مؤمل لرحمتك إلى آخر ما جاء في الدعاء هذا الحال هو الحال الذي ينتشر في منظومة الأدعية والزيارات وماذا نقرأ كذلك في مناجات الخائفين المروية عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه ليت شعري ألي الشقاء ولدتني أمي أم للعناء ربتني فليتها لم تلدني ولم تربني وليتني علمت أمن أهل السعادة جعلتني وبقربك وجوارك خصصتني فتقر بذلك عيني وتطمئن له نفسي إلهي إلهي هل تسود وجوها خرت ساجدة لعظمتك أو تخرس ألسنة نطقت بالثناء على مجدك وجلالتك أو تطبع على قلوب انطوت على محبتك أو تصم أسماعا تلذذت بسماع ذكرك في إرادتك أو تغل أكفا رفعتها الآمال إليك رجاء رأفتك أو تعاقب أبدانا عملت بطاعتك حتى نحلت في مجاهدتك أو تعذب أرجلا سعت في عبادتك إلى آخر ما جاء في هذه المناجات ومثل هذه المعاني موجودة في دعاء كميل بن زياد موجودة في دعاء أبي حمزة الثمالي وهكذا في سائر الأدعية الصحيفة السجادية أدعيتها مشحونة بهذه المضامي في دعاء الذي نقرأه بعد الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين إنها غير الزيارة الجامعة الكبيرة اللهم إني زرت هذا الإمام مقرا بإمامته معتقدا لفرض طاعته فقصدت مشهده بذنوبي وعيوبي وموبقات آثامي وكثرة سيئاتي وخطاياي وما تعرفه مني مستجيرا بعفوك مستعيذا بحلمك راجيا رحمتك لاجئا إلى ركنك عائذا برأفتك مستشفعا بوليك وابن أوليائك وصفيك وابن أصفيائك وأمينك وابن أمنائك إلى آخر ما يأتي في هذا الدعاء والأمر هو هو إذا ما ذهبنا إلى الزيارة الجامعة الكبيرة إلى دستورنا العقائدي الشيعي نحن هكذا نقرأ فيها أيضا يا ولي الله إن بيني وبين الله عز وجل ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم فبحق من اعتمنكم على سره واسترعاكم أمر خلقه وقرن طاعتكم بطاعته لما استوهبتم ذنوبي وكنتم شفعائي هذا المضمون من أننا لسنا على يقين من حسن حاقبة أمرنا منظومة الأدعية بكاملها تتحدث عن هذه الحقيقة ومنظومة الزيارات بكاملها تتحدث عن هذه الحقيقة وهكذا آياته القرآن وهكذا أحاديثهم ورواياتهم وقلب المؤمن كفتان متساويتان كفة من خوف وكفة من رجاء وهذا هو الإيمان الإيمان خوف ورجاء نحن لسنا على يقين من حسن عاقبة أمرنا فكيف نوقن بخواتيم أعمالنا هذا منطق مخالف لمنطق القرآن ومنطق العترة الطاهرة إلا أن مهاجع النجف لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة هذه هي الحقيقة ولذا يقرؤون الزيارات بطريقة خاطئة إنما يتعاملون معها وفقا للظهور العرفي بحسب الظهور العرفي القراءة صحيحة لكن الظهور العرفية ما هو بمنهج العترة صلوات الله عليها منهج العترة المعاريض المعاريض منظومة متواصلة بين حقائق القرآن وحقائق حديث العترة الطاهرة إذن القراءة هكذا أني بكم مؤمن وقدم الجار والمجرور لتأكيد المعنى أصل الجملة أن الجار والمجرور يأتي بعد العامل أني مؤمن بكم هذا هو أصل الجملة فالعامل يأتي قبل المعمول لأن العامل هو الأقوى والمعمول هو الأضعف الجار والمجرور معمول والعامل هو اسم الفاعل مؤمن أني مؤمن بكم ولكن قدم الجار والمجرور لتأكيد المعنى أني متجه إليكم حتى قبل إيماني بكم أني متجه إليكم وإنما أأخذ إيماني منكم بتوفيقكم أني بكم مؤمن وماذا بعد وبإيابكم موقن ما جاء في زيارة العباسي صلوات الله وسلامه عليه يؤيد هذا الذي أقوله ولا يؤيده الذي تقرأه القراءة الآخندية لأن الأخ العزيز في رسالته يعتبر أن ما جاء في زيارة العباسي يؤيد القراءة الآخندية ما الذي جاء في زيارة العباس إني بكم وبإيابكم من المؤمنين إني بكم وبإيابكم من المؤمنين ما قال النص إني من المؤمنين بكم وبإيابكم وإنما قدم الجار والمجرور في الحالتين بكم وبإيابكم وهذا هو الذي يجري هنا من أن الجار والمجرور يقدم على العامل أني بكم مؤمن العامل هنا مؤمن وبإيابكم موقن العامل هنا موقن فما جاء في زيارة العباس صلوات الله وسلامه عليه يؤيد القراءة هذه التي أنا أتحدث عنها يتنافر مع قراءة الخوء وسائر المراجع إني بكم وبإيابكم من المؤمنين هذا في زيارة العباس في زيارة وارث أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن التأكيد هنا على اليقين بإيابهم ولذا قدم الجار والمجرور على العامل بشرائع ديني وخواتيم عملي بشرائع ديني الجار والمجرور يتعلق بالفعل الذي هو في أول الكلام في أول هذه الجمل أصل التركيب هكذا وأشهد الله وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله بشرائع ديني وخواتيم عملي أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن لكن قدم هذا على هذا لأن هذا الكلام هو مضمون الشهادة فأنا أشهد بماذا أنا لا أشهد بشرائع ديني وخواتيم عملي إنني أشهد بهذه الشهادة أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن لأهمية الشهادة قدم هذا الكلام لأن أهم مضمون في العامل الأصل وهو أشهد هو الشهادة إنني أريد أن أقدم شهادتي إنها شهادة عن آل محمد بين يدي الله وملائكته ورسله وأنبيائه فلابد أن أقدم مضمون الشهادة ولذا جاء التقديم بشرائع ديني وخواتيم عملي هذا هو سياق حياتي هذا هو سياق حياتي الذي تجري فيه هذه الشهادة فأصل الجملة وأصل الترقيب هو هذا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله بشرائع ديني وخواتيم عملي أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن لكنني إذا فعلت هذا فلقد أخرت الأهمة وقدمت المهم لذا جاء الكلام بحسب الهندسة البلاغية الدقيقة فقدمت الشهادة وهي الأهم على التركيب المتبقي من الكلام وهو المهم المراد هكذا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن شهادتي شهادتي جارية بشرائع ديني وخواتيم عملي فأنا على هذه الشهادة في كل جزء من أجزاء ديني وإنني سأستمر على شهادة هذه إلى آخر عمل من أعمالي وبعد ذلك أودع الدنيا يكون المعنى واضحا وجليا ويكون الزائر ليس على يقين من حسن عاقبة أمره يبقى بحسب وصف الإيمان كفتان كفة من الخوف وكفة من الرجاء هذه هي المعارض وهكذا يفهم الكلام وهكذا يفقه الحديث وهذا بيان وجيز أنا لا أستطيع أن أسهب أكثر من هذا هناك نكات ونقاط أخرى يمكن أن يشار إليها بهذا الصدد لكنني أتمنى أن تتابع الحلقة هذه حينما تعاد كي تدقق النظر في هذه المطالب لا لأن المطالب مهمة كي تعرف الفارقة بين منهج دين العترة ومنهج حوزة النجال كي تعرف الفارقة الحكمة هنا وليس الحكمة أن تعرف إعراب هذه الجملة أو إعراب تلك الجملة هذه أمور تقع في حاشية المطلب المطلب الأهم هو هذا من أن المنهج الخاطئ يوقعكم في الخطأ في كل شيء حتى في قراءة الألفاظ والكلمات وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر